السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلميدي في سنة الثالثة متوسط ولا حتى أولياء تلميذ لم يشاهدوا فينا كالعادة معكم الأستاذ ياسمين ويلا أبنائي وبناتي إن شاء الله اليوم رح نشوف ملخص جميع دروس الرياضيات للفصل الأول إذن يلا أبنائي وشانا نقرأه في الفصل الأول رح نقرأ على الأعداد النسبية والأعداد الناطيقة يعني خاصة هذا الملخص أبنائي نوجد دورنا للفرض نفهم إذن بسم الله للفرض نفس الشيء الاختبار رح نعود كذلك نراجع منه لأنه وش تحليف الفرض حي تحليف الاختبار وزائد بعض الأشياء إذن يلا بدون إيطالة نبدأ ونفهمه حاجة بحاجة ونوري لكم في كل كما وحنا قوله في كل درس ناخد أمثلة ناخد تمانين بشاكذا نعرف كيفاش تحلي الأسئلة عليها في القناة الفرض أو الاختبار نسمو بسم الله بالأعداد النسبية أبنائي لازم قبل نفهم قبل ما نعرف كيفاش نحسب الأعداد النسبية لازم قبل نفهم ما هي الأعداد النسبية إذن أو يقول لي هي أي عدد موجب أو سالب بسم الله معنا نقدر العدد نصيبه بالموجب كما نقدر نصيبه بالسالب هاي صحة يمكن كتابته على شكل كسر أعلى بحيث بلا يساوي الصفر نفهم المقام لا يساوي الصفر إذن أي عدد سواء كان موجبا أو سالبا وقدرته تكتبه على شكل كسر أعرفه بالليه هو نسبي نخد مثلا نقولكم أبنائي نقص مني عدد نسبي أو لا نقول لي أستاذ نعم هو عدد نسبي لماذا؟ لأنه يمكن كتابته على الشكل نقص مني على واحد نفهم أي عدد نقدر نكتبه على شكل كسر فهو عدد نسبي نخد مثلا قولي أستاذ عشر نسبي نسبي ولا لا لا نقولكم نعم أبنائي نقدر مثلا نكتبه عشرون على اتنان كما نحب أنا نصرف به كما نحب مفهم إذن كل عدد نقدر نكتبه على شكل كسر فهو عدد نسبي مفهم إذن هاي يقدر موجب يقدر سالب يلا عرفنا واشن هو العدد النسبي نروح دكا نشوفو العمالية عليه نبدو بسم الله بألف جمع عددين نسبيين يلا أبنائي شوفوا العدد نسبية والله سهلة تحتاج فقط إلى تركيز نسموه بسم الله كيفاش نجمع الأعدد نسبية عندي كيكون عندهم نفس الإشارة معتها يفزوج موجبين يفزوج سلبين وكي تكون عندهم إشارة مختلفة معتها واحد موجب وواحد سلب نسموه بسم الله كيقولولي اجمع عدد نسبي وعندهم نفس الإشارة شوفوا كيكونوا نفس الإشارة متفاهمين كيكونوا مشي من نفس الإشارة مايتفاهموش إذن يلا شوفوا هذه زائد سبعة وهذه زائد واحد قلنا نفس الإشارة يتفاهموا معتها نجمعهم إذن سبعة زائد الواحد هي أبنائي تمانية الزائد والزائد رح يخرج طبعا زائد هنا شوفوا الناقص ربعة والناقص تنين قلنا يتفهموا من محشن دير الناقص وإنما مدى به واحد نجيب له أخوه إذن رح نجمعهم ونعطي لهم السالب إذن ربعة نجمعهم مع تنين ويعطيني ستة ونخرج لهم السالب بتاحهم ما فهم إذن كيف كيف يحبوا بعضهم بعض يلا نشوفوا إذا كانوا بإشارتين مختلفتين هنا أبنائي مثلا زائد سبعة ناقص تنين ناقص عشرة زائد أربعة معتها الإشارتين مشي كيف كيف أولا هنا شوفوا شي يقول لي نطرح العددين معتها نطرح الكبير ناقص صغير عادي ما يهمني شوري الإشارة على الكبير فيهم ولا صغير فيهم ثم نأخذ إشارة العدد الأكبر معتها العدد الأكبر هو اللي يفوز يلا نشوفوا مثال عندي زائد سبعة ناقص تنين شوفوا متكسوش رأسكم دايما نروحوا حكموا الكبير ناقص صغير هاي سبعة ناقص زوج حالية خمسة ومبعد شكون العدد اللي فيهم كبير هل هو سبعة أم تنين نقول يؤسادة سبعة إذن الإشارة التاعه هي اللي تغلب ناخدوا مثال آخر هاي عندي ناقص عشرة وزائد ربعة من كص الشرسي أول شي ندير الفرق بينتهم دير عشرة ناقص ربعة إذن عشان ناقص ربعة شحال هي ستة نشوفوا شكون الكبير هل هي العشرة الكبيرة ولا ربعة قل يؤسادة العشرة هي الكبيرة إذن الإشارة التاحه هي اللي تغلب خلاص إن شاء الله أبنائي منزلوشكا نغلطو في الجمعة الأعداد النسبية هذه أسهل طريقة تأخذوها خاصة إذا داروا لكم سلاسل تاع الأعداد النسبية مع تاع أعداد كتر زي ما تكون من خمسة ستة إلى غير ذلك إذن يلا طرح عددين نسبيين إذن شوفوا أبنائي الطرح هذا اللي أنا نهضر عليه الجمع شوفوا يعني كاتب الجمع وهنا الجمع يلا نشوفوا كي يكون الطرح شوفوا أبنائي جامي جامي الطرح تخلوها برا قولوا أستاذة وشو معتها كيف كيف وقتا كي يكونوا عندهم نفس الإشارة وكي تكون إشارتين مختلفتين يلا شوفوا اللي أنا عندي ناقص مني ناقص ناقص واحد دايما الناقص كي يكون قدام الناقص شوفوا الناقص ومبعض يفتحوا ليقا وسيزيدوا لي ناقص منقصوا شرصنا نديروه معاكا معتا فزوج يقولوا زائد يلا وشو وريد لكم قولنا كيكونوا إشارتين مختلفتين ندير الفرق بيناتهم تمانية ناقص واحد وساوي سبعة وناخدوا الإشارة على عدد الأكبر اللي هي الناقص إذا شوفوا علاش حبيت نفهمكم باللي الناقص ما يساعدناش برا لازم نعودوا نرجعوها هكذا كيفاش نعود نرجعني قولت لكم كيكون الناقص قدام الناقص منقصوا شرصنا عرفهم فزوج نرجعوهم زائد ناخدوا مثال آخر شوفوا أبنائي عندي زائد خمسة ناقص زائد ثنين شوفوا عمركم لاتخليوا الناقص برا إذا شوفوا يتبدلوا بركلة بلايس تاعو هذا الزائد يخرج برا والناقص يدخل الداخل إذا كانت زائد خمسة زائد خمسة هاد الزائد تخرج برا والناقص تخلي الناقص ثنين مفهمها؟ لا تخلي التنين إذا وش قود ندير الفرق خمسة ناقص ثنين هي تلاتة ووش كون الإشارتها على العدد الكبير هي اللي تغلب نفهم مع عمركم لنخلوه الناقص لنا إذن عندي حالتين إذا كانوا ناقص ناقص يولوا فزو الزائد زائد إذا كان واحد فيهم ناقص واحد فيهم زائد يتقلبوا بورك البلاصة يلا كيكون عندهم إشارتين مختلفتين إذن نفس الشيء أبناء يشوفوا ندخلوا الناقص ونخرجوا الزائد ونجمعوا عادي اللي يفهم هذه اللولة إذن كل شيء رح يجيه سهل ناقص عمرنا لنخلوه ممكن تكون عندي سلسلة عملية طويلة يلا هنمروا للدرس اللي بعده وهو جداء عددين نسبيين جداء معتها ضرب كي نضرب الأعداد نسبيين أبنائي شوفوا عندكم تلت قواعد تحفظ لأنه صدقوني رح نحتاجوها حتى للجامعة مانيش نقول حتى المتوسط وإنما للجامعة شوفوا كي نضرب الزائد في الزائد رح يخرج لي زائد كي نضرب السالب في السالب يخرج زائد أما كي يكونوا مشي كيف كيف كي نضرب الموجب في السالب إذن كي يكونوا عندهم نفس الإشارة يخرجوا لي موجب كي تكون عندهم إشارتان مختلفتان يخرج لي السالب يلا هنأخدوا مثال ونضرب الأعداد عادي ولا الأرقام بتاعي عادي عندي ناقص 7 في ناقص 2 شوفوا أبنائي إذن عندي 7 في 2 نضربها عادي اللي هي 14 إذن عندي الزائد عفوا الناقص في الناقص واش قلنا ناقص في الناقص كي يكونوا كيف كيف تغلب الزائد يلا زائد 1 في زائد 4 هذه سهلة يلا خمسة في عشرة هي خمسين الزائد في الناقص كي يكونوا عندهم إشارتان مختلفتان واش عندي عندي الإشارة السالبة هذي نحفظها لأنه ما كاش طريقة زي ما بش نفهمها ولا ما فهم إذن عندي ثلاثة هذ القواعين نحفظها في ثلاثة ملاحظة هذي الملاحظة دايما يطيحها وطحتنا تلاحظوه في الفرض التعنا اللي درناه قال لي إذا تضمن الجداء عددا فرضيا من العوامل السالبة فالنتيجة سالبة واش قصدي أبنائي مثلا قلكم ناقص 2 سامحا هكا هم يدي للكم زائد ناقص 4 زائد زائد 2 زائد ناقص 1 شوفوا احسبوا ليش حالة لدينا من ناقص قولوا يؤسدها هاو اللول هاو الثاني هاو الثالث ثلاثة عدد فرضي أم زوجي قولوا يؤسدها عدد فرضي إذن عارفوا باللي السلسلة هذي تاكم رح تجيكم سالبة ما فهم دي في سقسين يقول لك بيدوني حساب كيف زجو غا حتخرج هاد السلسلة هل حتخرج سالبة أو موجبة إذن تو ما حسبوا شحال عندكم من سالب شحال عندكم من عدد سالب عندي عدد فرضي اخي تعرفوا الأعداد الفرضية واحد عندي ثلاثة خمسة سبعة إلى غير ذلك هذو أعداد فرضية العكس تحاسي السلسلة زوجية لي 2 4 6 8 هذو عدد زوجية إذن إذا حسبت السالب وصبت عدد فرضي نعرف بالإشارة على السلسلة رح تكون سالبة العكس صحيح إذا مثلا حسبت ولقيت العدد تعالى السلسلة السالب 1 2 3 4 لقيته عدد زوجي فالنتيجة ستكون موجبة ما فهم يقدر يقول لك بدون حسب وم بعد السؤال يبعد يقول لك فالا أحسب إذن هذه بالنسبة للملاحظة اللي قلنا تتكرر كثيرا في التمارين خلاص كملنا جداء عددين نسبيين كيفاش نضربه نروحه إلى قسمة عددين نسبيين يلا أبنائي نفس القواعد تعذر يلا نبدأوا بالسهلين الموجب قسمة الموجب موجب الموجب ضرب الموجب موجب السالب قسمة السالب موجب السالب ضرب السالب موجب أما العكس كيكون عندي إشارة مختلفة سالب قسمة الموجب وللموجب قسمة السالب ستكون الإشارة سالبة كيكونوا عندهم إشارة مختلفة تغلب الإشارة السالي بفهم إذن أبنائي هذه قلنا نحفظها في الجوداء ونطبقوها على القسمة ناخدوا مثال عندي ناقص 4 قسمة ناقص 2 ولا على ناقص 2 إذن سالب والسالب وشيحياطيني موجب 4 قسمة على زوج تعطيني زوج عادي يلا هذا موجب وهذا موجب موجب قسمة موجب وشيحياطيني حياطيني موجب واندي الربعة على زوج هي زوج إذن أبنائي 1 موجب و1 سالب احتغلب السالب عادي جدا نطبق فقط القواعد ونكون فهم إذن الرياضيات أبنائي لا تحفظوا إنما 0.5 من القواعد فقط ليتحفظوا يلا مقلوب عدد نسبي غير معدوم شوفوا كي نقول لكم حاجة قلبها معتها راسها اللي كان الفوق حيوي اللي تحتها ورجليها اللي كانوا تحت حيوي اللي الفوق نفس الشي في الرياضيات أبنائي يقول لي مقلوب عدد نسبي X مهمنيش ناقص مني زائد 14 إلى غير ذلك هو 1 على X ناخدوا مثال كيقول لي ما هو مقلوب ناقص 2 إذن شوفوا إحنا في الرياضيات كل عدد يتكتب عادي برك إحنا على واحد ما نكتبوش لأنه علاش أي عدد نقصه على واحد رح يبقى نفسه إذن دايما الأعداد هي قسمته لا على واحد إحنا فقط في الرياضيات ما نكتبوهاش باش نسهله إذن أبنائي كي يعطوني عدد هكذا معلية إلا نقلبه الواحد حيوي اللي الفوق والتنين حيوي اللي تحت إذن ناقص 2 المقلوب تحان ناقص 1 على 2 قلوا إستاذب سهلو كان مثلا دارونا هكا 3 على 4 إذن المقلوب قلبه الفوقانية والتي تحتني وتحتني والتي فوقانية والتي 4 على 3 ما فهم إذن يلا هذي كي يكون عندي كسر نقلب الفوقاني تحتني وتحتني فوقاني يعني نخلفوما بين البص والمقام أما إذا كان عدد ديروا وحد على ذلك العدد ما فهم وما ننسوش طبعا الإشارات التعلى يلا نروحوا للدرس اللي بعده اللي هو القيمة المقربة والمضبوطة لحاصل قسمة يخي دايما مون ما يقولون مثلا قسمة ولا يعطونها عدد إلى غري ذلك هذا السؤال مشهور جدا وحي يتبعكم أعطيني مثلا تقريب التعولي الوحدة بالزيادة بالنقصة إلى غري ذلك إذن يلا أبنائي ناخدوها مرة نفهموها عفوا المرة وما نزيدوش قاعد نكسروا رصة معاها قال لي لديك العدد اللي هو 41.8 3 زوج ربعة ما يهمنيش إذن لهنا أو يقول لي التقريب للوحدة شوفوا كي نكتب كلمة الوحدة أعرفوا باللي راني غير اللي قبل الفاصلة أن يعلي الجزء الصحيح هذا خطيكم قام منه كي تكون هضر على الوحدة ندي غير الجزء الصحيح مثل الجزء اللي قبل الفاصلة أبنائي حداري بالنقصة كي تلميدي روحوا ينقصوا لواحد لا بالنقصة ندي كي مرة بالزيادة نزيد لواحد إذن بالنقصة ندي 41 بالزيادة 41 كي نزيد لها واحد هي تولي 2.40 ما فهم إذن هاي الزيادة هاي النقصة يلا شوفوا قال لي لصفر فاصل واحد شوفوا شحل عندي من رقم بعد الفاصلة واحد إذن ندي رقم واحد بعد الفاصلة شوفوا يكتبوا لكم لي 0.1 ولا واحدة على عشرة كي لهم نفس الشي إذن إلا بالنقصة نديه كي مرة 41.8 نكتبها كي مرأي بالزيادة نزيد لواحد بركي إذن تمنيا كي نزيد لها واحد واللي فاصل تسعة يلا لي 0.001 معندها عندي رقمين بعد الفاصلة إذن ها رقمين بعد الفاصلة بالنقصة نديه كي مرة 83 حط 33 بالزيادة كي نزيد لها واحد واللي 84 هذه يا أبنائي منكسوش قارسنا وندع لها العلامة الكاملة يلا الحصر الحصر كي يقول للحصر معندها رح ندير الصغر أو أكبر الحصر للوحدة الحصر غير هات الزوج ها ما بين 41 42 الحصر لي 0.1 نحصر ما بين هات الزوج الحصر لي 0.01 نحصر بين هات الزوج ما فهم إذن الحصر يعتمد على القيمة اللي درتها صحيحة تعزيادة والنقصة إذن يلا كمنا مع الأعداد الناطقة نمر أعفونا كمنا مع الأعداد النسبية والآن نمر إلى الأعداد الناطقة إذن يلا أبنائي الأعداد الناطقة ولا عفونا أبنائي قبل الأعداد الناطقة رح نشوفو الكسور ما فهم إذن يجي الدرس اللي هو الأعداد النسبية ومبعد الكسور بش ثالث يجي الأعداد الناطقة إذن نسمو بسم الله بالكسور سهلة جدا ندرناها في الثانية متوسط يلا قال لي قارن ما بين كسرين يخينا عرفوا وشو معتلك الكسر عندي الفوقها بسط وعندي مقام تحتا اللي لازم لا يسوي الصفر نفهم إذن يلا كيف أقارن ما بين كسرين إذن عندي زوج حالات إذا الكسرين هادو كان عندهم نفس المقام معتلك العدد التحتاني كيف كيف ويقدري يكون عندهم مقامين مختلفين ويقول لي قارني بينتهم إذن يلا أبناء يشوفو يكون عندهم نفس المقام البسط الكبير هو الكسر الكبير هذه هي مثلا شوفو عندهم سبعة سبعة في المقام خلاص من comparison مقام وإنما رح نكمباري ما بين البسط إذن عشرة كبيرة على الواحد من كصش رصي إذن تحت من هذا رح يكون كبير إذن قلنا الإشارة داي من الفوم الكبير نعطيه للعدد الكبير وهات صغير نعطيه للعدد صغير يلا هذه سهلة نروح للمقام تحهم مختلف حذاري إذا كان المقام مختلف لازم علي أولا وحد المقامات ناخد مثال قال لي قارني لي ما بين 1 على 7 و8 على 21 نشوف أبنائي نقول 7 فاش نضربها باش تولي لي 21 نضربها في 3 إذا نضرب البسط المقام في 3 هذا ما نضربوش 7 هذا روح على 21 هذا حبيت نرجعه على 21 3 في 1 هي 3 3 في 7 21 إذا نشوفوا خلاص ذو كوالولي كيف 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 كما هاد الحالة نقارن شكون بينتهم البسط الكبير هي 8 إذا هذا الكسر هو لي فوس ناخد مثال آخر كيكون ما عنديش لهنا أي علاقة ما بينتهم وش نروح ندير أبنائي ناخد المثال 3 على 4 والكسر 5 على 7 دايما نروح هذا البسط البسط الأول نضربو في المقام يعني نضربو في كامل كسر الثاني والعكس صحيح البسط الثاني نضربو كامل في الكسر الأول إذا كما لهنا ربعة نضربها في 5 ونضربها في 7 والسبعة نضربها في 3 ونضربها في الربعة إذا يلا أبنائي نشوفوا السبعة كي نضربها في 3 21 7 في 4 28 الربعة في الخمسة 20 الربعة في السبعة 28 إذا لنا تحصلت على نفس المقام نقارن غير ولا نقارن ما بين البسط 1 وعجين كبير على 20 إذا هذا هو الأكبر مفهوم إذا دوما نوحد المقامات كيف نوحد المقامات؟ هذا نضربو هنا وهنا وهذا نضربو هنا وهنا كيلي كما نقولون خالفه كين طرق أخرى اللي يعني قليل ونستعملها إلا إلا أقل لك زعمة أعطيني طرق أخرى للمقارنة نستعمل آلة حاسبة مثلا زعمة يلا 1 على 7 نحسبه بالآلة حاسبة هو 0.42 إلى غري ذلك 3 على 5 هو 0.6 شكون تغلب؟ الواحد ولا الستة؟ إذا نقول لي أستاذة هذا هو الكبير على هذا مفهوم؟ يلا يا أخي نقولنا نقارن صفر صفر هذا عنده واحد هذا عنده ستة إذا ستة تغلب ما نقارنش لعدد كاملا يلا نقارن الكسر بالنسبة لواحد هذه كذلك طريقة نديره كيف كيف بالآلة حاسبة زوج قسمة 5 هي 0.4 وعندي 13 على 8 هي 1.6 إذا هذا صغير على الواحد وهذا أراه كبير على الواحد شكون يغلب؟ يغلب هذا مفهوم؟ إذا هذه طرق أخرى نروح بعد ما كملنا مقارنة كسرين ضرب كسرين ها السهل منه مكاش نضرب البسطة في البسط والمقام في المقام يلا كي يكون ضرب قلنا هو الهايل 5 في زوج 10 3 في 6 18 حدار الله هنا لا ننسى الإختزال الإختزال وشنو معتها أبنائي؟ نشوفوا رقم نقدروا ولا عدد نقدروا نقسموا على البسط ونقسموا على المقام وما يعطينيش بالفاصلة كما لازم يكون كيف كيف 10 تقبل قسمة على 2 18 تقبل قسمة على 2 إذا 10 قسمة 2 هي 5 و 18 على 2 هي 9 خلاص هنا نحبس أسكوكين بيناتهم حاجة مشتركة وحدة أخرى؟ لا يلا قسمة كسرين شوفوا لقسمة كسرين دوما الكسر الأول خلوه كيمارة القسمة نحولها إلى ضرب وندير المقلوب بتاع هذا وشو معت المقلوب بتاع 2 على 5؟ 5 على 2 معت اللي كان الفوق واللي التحت واللي كان تحت واللي الفوق نفهم؟ إذن القسمة تصبح ضربا حذاري والتاني نرجعه مقلوب ونضرب عادي 7 في الخمسة 35 3 في الزوج 6 وما كاش كيفاش نقدر نختازل سهلة جدا يلا إذا قال لي اجمع أو اطرح الكسر لازم علينا قبل أن نوحدو المقامات يلا قال لي 5 على 7 زي 3 على زوج وشنا نروح ندير؟ قلنا الزوج نضربها هنا وهنا نضربها في الخمسة على 7 وهذه السبعة نضربها في 3 على 2 مفهوم؟ إذن يلا ونوحد المقامات عادي إذن يتوحدو لي 5 في جوز هي 10 7 في زوج هي 14 3 في 7 21 7 في 2 هي 14 إذن ولا لي عندي نفس المقام ناخدوه هو ما نجمعوش حذاري حتى تروحوا تجمعوه نخلوه واحد فقط بينتهم 10 وال21 هي 31 على 14 نحبس هنا ما كاش اختزان نفس الشي الناقص أبنائي كيف ندرت نضرب الزوج هنا وهنا السبعة هنا وهنا ونحسب عادي حتى نتحصل على 3 على 14 الآن نمر إلى الأعداد الناطقة ولو شو معتها عدد ناطق أو يقولي هو حاصل قسمة عدد نسبي على عدد نسبي خي قررين الأعدد نسبي يقولنا هو كل عدد يمكن كتابته على شكل كسر يقدر يكون موجب ولا سالب ذوك العدد الناطق هو عدد نسبي قسمة عدد نسبي وميهمنيش بالموجب بالسالب ميهمنيش مفهوم؟ إذن هذه يا أبنائي وشو معتها عدد ناطق يلا كيفاش نقارن ما بين عددين ناطقين أو يقولي لمقارنة عددين ناطقين شوفوا أو يعطياني وحد كما احنا نقوله القوانين اللي لازم نخدم بها أبنائي شوفوا ويقولي إذا كان ناقص أعلى ناقص به هو نفسه أعلى به معتها الناقص مع الناقص يروحوا ينفزوا الزائد ناخدوا مثال كي نقولكم ناقص سبعة لا ناقص خمسة هي نفسها سبعة لا خمسة مفهوم؟ نحو الناقص مدام نحيتوا الفوقاني زيدوا نحول التحتاني كما احنا نقوله نعدلوا لا 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 إذا كان أبنائي أعلى ناقص به هو نفسه ناقص به على أ هو نفسه ناقص أعلى به ناخدوا مثال كي يقولي مثلا الناقص ثلاثة على أربعة كيف كيف أبنائي هي إذن عافوا كان هناك خطأ مطبعا إذن هي نفسها ثلاثة على ناقص أربعة معتها هذا الناقص نقعدوا نلعبوا بها هنا كانت الفوق نقدر نرجحها لتحت نفس الشيء نقدر نديرها في الوسط تحهم هذه يا أبنائي المقارنة بين أعداد طبيعية مثلا كان يقولي إيماجين هذا وهذا هل هم متساويين؟ قلهم إيه متساويين؟ قال لي مثلا قارن بين هذا وهذا متساويين؟ قلهم نعم متساويين هذا وهذا متساويين؟ نعم نفس الشيء أبنائي يروا يقولي إذا مثلا أعلى بي ضربتهم ولا قسمتهم في عدد يقعد نفسه ناخده مثلا سبعة في تنين على خمسة في تنين هي نفسها سبعة على خمسة لماذا؟ لأنه تنين تختزل مع تنين يخي نعرفوا تنين قسمة تنين شحل تساوي تساوي واحد إذن الواحد ما نكتبوهش فالرياضيات ما فهم؟ إذن كيكون عندي نفس العدد مضروب الفوق ومضروب التحت ولا مقسوم في البسط ولا مقسوم في المقام نفسه إذن فهو نفس الكسر إذن كي أن هذه الملاحظة بسيطة نعرفوا باللي A على B تساوي كي تساوي سي على دي هي نضرب هادي تساوي هادي ما فهم؟ مع أنتها العملية الثلاثية اللي نعرفها من الابتدائي مع أنتها ابناء إذا كان كسر يساوي كسر أعرفوا باللي نقدر نضرب البسط اللول في المقام الثاني والبسط الثاني في المقام الأول مع أنتها سي في دي تساوي A في دي ما فهم؟ ولا سي في بي عفوان تساوي A في دي ما فهم؟ ناخده مثلا 2 على 5 تساوي 4 على 10 إذن نقدر نقول باللي 5 في 4 هي نفسها ولا تساوي 2 في 10 إذن هذه بالنسبة كيفاش نقارن الأعداد الناطقة كيفاش نجمحهم أبنائي الجمع والطرحتها الأعداد الناطقة وش لازم شوفوا ناخدوا مثال إذا كان عندهم نبدأ بسم الله بنفس المقام 7 على 4 ناقص 3 على 4 تلاحظوا بالليل هنا عندي نفس المقام إذن أبنائي نفس المقام نحط 4 نحط 1 فيهم ولا هنا إذا حسب عندي ناقص ندير ناقص عندي زائد ندير زائد مثلا أنا عندي 7 ناقص 3 ندير 7 ناقص 3 اللي هي 4 ونعرفوا باللي 4 على 4 هي 1 إذن يلا أبنائي إذا كان المقامين مختلفين وش لازم نديروا دوما نشوفوا إذا كان عندكم الجمع والطرح وما يكونش عندي نفس المقام أعرفوا أول شي راح توحدوا المقامة ناخدوا المثال تعنا 4 على 5 ناقص 2 على 1.5 قولوا إسادة يقدروا الأعداد الناطيقة يجوا بالفاصلة نعم أبنائي يقدروا يجوا ما من الأعداد النسبية يقدروا يجوا على 5 ناخدوا مثال مثلا أنا عندي العدد 2.5 مثلا زائد ولا أنا قسميه منيش نستطيع كتاباته 5 على 2 نحن نعرفوا باللي 5 على 2 هي زوجونس إذن فهو عدد وش به نسبي أفهم إذن هذا عدد نسبي على عدد نسبي إذن فهو عدد ناطق يلا ناخدوا المثال هذا تلاحظوا باللي عندي لهنا المقامة التاعي مشي كيف كيف وش لازم لازم نوحد المقامات قل أستاذ أن توحيت المقامات بالفاصلة صعب لا أبنائي لازم دايما كيكون عندي الفاصلة أنا نحيها نقول لكم مثلا لهنا 1.5 كيفاش نحي الفاصلة؟ نضرب الفوقاني في 10 والتحتاني في 10 شوفوا 4 على 5 من مسهاش كي نضرب 2 في 10 تعطيني 20 كي نضرب 1.5 في 10 تعطيني 15 سهلة جدا معتاد تنحي الفاصلة قبل ما تبدأوا تحسبوا شوفوا على حساب نقدر نضربها في 10 يعني هذك 10 مئة ألف على حساب وش عندي؟ إذن يلا هنا ولتلي 20 على 15 ولهنا 4 على 5 كيفاش نوحد المقامات نضرب هذا في 3 وهذا في 3 بشي وللي هذا على 15 4 في 3 هي 12 5 في 3 15 إذن وحدتوا المقام معلية إلا وش ندير 15 اللي هنا ناخد وحدة فيهم وندير 12 ناقص 20 اللي هي أبنائي ناقص 8 لماذا ناقص 8؟ قلنا دوما ندير الفرق 20 ناقص 12 وناخد الإشارة العدد الأكبر اللي هو 20 نفهم؟ إذن هذه بالنسبة إلى المقامات المختلفة نفس الشي اللي هنا أبنائي شوفوا 16 على زوجو نصف نخليها شاكنا نضربها دي في 10 وهدي في 10 تولي لي 160 على 25 مفهم؟ الناقص 5 كي تكون التحتها ماذا بكم نطلعوها؟ مفهم؟ إذن تصبح ناقص 13 على 5 هكذا بش تسهل الحساب إذن وشن هو المقام المشترك؟ نضرب هذا في 5 وهذا في 5 بش يولولي في الزوج على 25 ونحسب عادي حتى نتحصل في الأخير على 19 على 5 إذن الملاحظة فقط أبنائي لازم يعنينا التركيز كي يكون نخدم بالسالب والموجب ما هو صعبة وإنما التركيز نروح إلى ضرب عددين ناطيقين كيف 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 الكوصور كيف الأعدد نسبية نضرب البس في البس والمقام في المقام نأخذو أبنائي مثلا A في B على Z قلنا A أعرفوا باللي راه هي على 1 أي عدد ما يكتبوا لكمش الكسر التاعه وحرفوا باللي يرى هو على واحد إذن نضرب A في B والواحد في C مثلاً 5 في 3 على نقص 4 نضرب 5 في 3 اللي هي 15 ونقص 4 ونضرب في الواحد يقعد نقص 4 هذه بالنسبة إلى الضرب نفس الشي اللي هنا كيف كيف نضرب A في C والB في D ونحسب عادي يلا قسمة عددين ناطقين وش قلنا الكسر اللي هو لدي من خليه كما راح القسمة تصبح ضرب ونضرب في المقلوب بتاع الثاني مع أنتها D يولي الفوق والC يولي تحت كما راح نلاحظه في المثال عادي قل سادة مثلاً في القسمة إلى غري ذلك نقدر نخلي اللي هنا نعم أبنائي نقدر نخلي الكسر التاعي كما راح نفهم مع أنتها مدامنا ما نسحقش نحسب به خلاصه والنتيجة الأخيرة نقدر نخليها بالفاصلة مع أنتها نقص 80 على 7.5 نخليها كما راح نفهم لأنه ما فيهاش اختزال مقلوب عدد ناطق كيف كيف أبنائي نفس الشيء الفوقاني واللي تحتني وتحتني واللي فوقاني مقلوب A على B وB على A هذه بالنسبة إلى المثال التعلم مفهم إذن أبنائي بناتي قلنا ليس صعباً وإنما تركيز فقط خاصة كي نكون نخدم بالسالب والموجب كالعادة اللي عنده أي سؤال لا يسف ساري خليوا لي في التعليقات نجاوب إن شاء الله عنه في أقرب وقت ممكن وأبنائي درنا الفرد راح نحضر لكم إن شاء الله في رابط الوصف وأي حاجة تحتاجها راني في الخدمة وكما نقول لكم كالعادة بتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر